صباح الخير مشاهدي ان تي ان مشاهدي نايل لايف اهلا بكم حلقة جديدة من نهارك سعيد من دلوقتي لغاية الساعة 11 ساعتين على الهواء مباشرة مواضيع مختلفة وهنتكلم عن اهم الاشياء اللي بتشغل الرأي العام بشكل عام هكون معاكم على الهواء انا وشريف صباح الفل صباح الفل يا عائدة صباح الفل مشاهدينا بتشغل الرأي العام بشكل عام حلوة مشاهدينا النهاردة هنتكلم عن مواضيع كتير جدا لكن ما ننساش ان بكرة هو اليوم العالمي للمرأة كثنان طيب عائدة كل سنة وكل سنة وكل ستات طيبين بكرة في مسيرة ضخمة يمكن احنا ملنا فقرة عنها الاسبوع اللي فات لسه للاسف معرفش خط تصيرها خط تصير بالزبط وان كان اكيد هو يعني بقى معروف وموجود على الانترنت بس مسيرة بتطالب بتفعيل دول المرأة وبالحفاظ على حقوق المرأة وان اهم المطالب هو انه يبقى فيه 50% من اللجنة التأسيسية اللي هتحط الدستور لجنة تأسيسية لصياغ الدستور تبقى امرأة السؤال هو بقى 50% دي حاجة ممكن تحصله لا لا كتير اوي صحيح اذا كنا احنا اعرف بعض النساء يعني قلناك 50% كتير برضو طب منقلها بس يعني بس هل هو مبدأ ان هو رفع سقف المطالب يعني او انت تضرب زي مقوله كده اضرب في العالي خد يكون يعني بس هو فيه مطالب كتير تحديدا كمان بعد الكلام اللي احنا عمانين بنسمعه على الغاء المجلس القومي للطفولة والأمومة قوانين اللي سموها قوانين سوزان مبارك كل الحاجات دي المسيرة بتاعت بكرة هي بس بتقول ان المرأة حقاقت نجاحات ولازم لا تخلاش عنها فلازم نأكد واكيد بكرة بقى عندنا فقرة عن المسيرة يعني وبمناسبة اليوم العلامة من المرأة زي ما احنا قلنا فيه فقرة خاصة جدا هتكون مع الأستاذ الدكتورة نهد عبد الحميد وهي مدير الصلور الثقافي بقصر الأمير تاز والمنطق الثقافي ايضا بزارة الثقافة هتتكلم على دور المرأة في الحياة الثقافية في الفترة اللي جاية واللي بيتغير فيها وبيعاد تشكيل شكل الثقافة في مصر 50% من المرأة في اللجنة التأسيسية ده اصلا هم 50% خمسين كرسي من الميت كرسي يعني والجدل اللي احنا عايشين فيه اليومين دول هو مين اللي يبقى في اللجنة التأسيسية ناس من مجلس الشعب ولا ناس بش من مجلس الشعب مجلس شعب الشورى يعني الألان الدستوري ما قالش ان هم يبقوا منهم قالوا ان هم اللي هيحطوا لجنة المية بس مش بالضرورة يبقى منهم سمعين بقى تصريحات هايلة حارس على أسئلة كثيرة جدا من الأسئلة ديات وأسئلة غيرها للضفنة في الفقرة التانية هو هيكون أستاذ عصام الإسلامبولي وهو الفقه الدستوري واللي هيكلمنا أكتر عن الموضوع الدوات وحيفهمنا أكتر أصلا هي لجنة التأسياتي هتتكون إزاي أساسا وزي ما احنا متعودين كل يوم أربع بمعندنا حديث الأربعاء بنتكلم فيها في مواضيع مختلفة بقى اللي كانت حوار الساعة أو حوار المدينة يعني الكام يوم اللي فاتوا على مدار الأسبوع يعني وطبعا التمويل الأجنبي وهروب الأمريكان وكمية النكت اللي طلعت على الموضوع وكمية كمان علمات الاستفام اللي مش مفهومة ومبارح لو كان حد تابع الجرنال مثلا الشروق الصفحة الأولى كل الجهات المفروضة أنها تبقى معناها بتتبرق الداخلية قالتها مليش دعوة الإخوان قالوا مليش دعوة القوات المسلحة قالوا مليش دعوة والقضاء قالوا أنها مليش دعوة بمعناها مليش دعوة تايني فكارت أننا حد لازم يعني المسؤولين أولا وأنتي بالضفط أولا وأنت صحية فهيكون عندنا فقرة خاصة في الآخر نتكلم فيها عن أهم الأحداث وأكيد منها طبعا زي ما قلت تمويل أجنبي هيكون مديوفنا فيها الأستاذ أمين اسكندر عضو مجلس الشعب وأستاذ بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الخبر ده وأخبار تادية كتير هتكون معانا من خلال دايما فقرة الصحافة هي تكون أول فقرة معانا وهيكون معانا فيها الأستاذ الصحف محمد طرعة الهواري من المصر اليوم فاصح هنجعلكم بسرعة جدا نهاركم سعيد على نال لايف